نبدأ حالتنا اليوم بتوجيه تحية لأرواح شهداء انفجار مرفق بيروت وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى ومثل ما الكلسر يعرف انه انفجار مرفق بيروت يعتبر تاني أكبر انفجار بالعالم وذهب ضحيته أكثر من 200 شهيد وحوالي 2000 جريح فضلا عن عدل كتير كبير من المشردين موسيقى نفتعوا معنا حتى نرى بهذا التقرير اللي حضرناه كيف عبر عدد النجوم عن حزنهم بهالذكرى القليمة نشرت السيدة فيروز مقطع من إحدى الأغاني الخاصة فيها هي عم بتقول هل تسمعون مات أهلي وهو ما اعتبروا الجمهور تعبير منا عن حزنة على الضحايا هل تسمعون مات أهلي مات أهلي أما النجمة عديسة فقالت ما تخيلت بحياتي انه رح يمرق علينا كارثة مثل أربع قاب انفجار اغتصب العاصم بيروت وأهلا وكان دماره ووقعه وتأثيره بدقائق معدودة أكتر من الحرب الأهلية يلي عشناها على مدى 15 سنة جرح لبنان مفتوح الضمير غائب الغضب عارم وكمان الممثلة اللبنانية ندينة سيبنجام عبرت عن حزنة وقالت ذكرى أربع قاب ما رح ننسى أبدا الجريم الإنسانية يلي صارت بحق الشعب اللبناني هايدي ملنا حرب هايدي كان نهار طبيعي متل كل أيام السنة والناس قاعدة ببيوتها بأمان مرتاحة فجأة بلحظة وبغفلة عين فجرونها ليش؟ كنا منعرف الجواب الله أكبر منهم وكمان نوال الزغبة حرصت أنه توجه رسالة وتعبر من خلالها عن ألمة إذ قالت سلطة الظل والعهد المتسلط الزعمة يلي بلى ضمير التاريخ ما رح يرحمكن على اللي عملتوه بلبنان وشعبه أربع قاب مجزرة انتو أبطالة انتو أعداء الوطن شعاركن أنا ومن بعد طوفان بحين اعتبرت ماجي بغصن أنه ما في شي بينقال ولا كلمة بتعبر عن يلي صار فينا من أربع قاب لليوم ومن بعد ماجي بغصن حبت سلينة عبد النور أنه يكون إلى لفتي إذ قالت بأربع قاب في ناس راحوا من هدين يغدر ونحن بعد نطلين الحقيقة هني عرفوا من المجرم يلي قتلون وعم بيشوفوا أهاليهم كيف عم يحاربوا كرمالهم وكيف هالوطن عم بيبكي عليهم الواجهة عم بيخلص لبعد سنة ولبعد عمر وكمان السوبرستار راغب علامة حب أنه يدون بعض الكلمات بهالنهار المشؤوم فقال أيها المجرمون يوم الحساب قاتم ورح نختم تقريرنا بالكلام يلي وجهه ملك الرومانسية إذ اعتبر أنه بهالذكرى القليمة وفي شي بينقال إلا أنه نطالب بالعدالة نترحم على الضحايا ونطلب الشفاء لكل جريح ولكل قلب نكسر ومن بعد ما سمعنا بهذا التقرير عدد من الرسيل يلي حب يوجهها عدد من النجوم للتعبير عن حزنهم بهنهار المشؤوم دعنا نرى هذه بها فواهبة يلي نشرت صورة لائلة وظهرت وهي ترتدي الفستان الأبيض وعم تحط الزهر على راسها وحتى كانت تحمل باقة من الورود وكانت تنظر للمرفق والخراب يلي حصلت أما بالنسبة للتعليقه فكان كثير مؤثر فنشوفوا معنا كيف علقت كنت وقف على الشرفة وشوف بيروت الحلوة وشوف القضوية والناس عم تتمشى مبسوطة هلأ صار المنظر جرح صرت شم ريحة وجع وصرخت كل شخص فقت غالة على قلبه بالانفجار وتابعت قديفة هيفا وهبة وقالت لكل طفل لكل شاب لكل صبية لكل روح بريئة ذهبت بقدم لكم هالورد البيضاء متل روحكم النقية يلي راحت وما ذنبا موسيقى